موسيقى معنا مرة تانية لوحدة من روايعة الفنان الراحل المقيم عبدالعزيز محمد داود من الأغنيات الجميلة والأصوات الرائعة في المسيرة للفنية السودالية نعم يعني يمكن واحدة من الأغنيات الجميلة وأنا يعني صراحة هتكون مدخل هي لهذه الفغرة اللي جاية اللي حقيقة نحن قاعد نستمتعبها كثير جدا دائما أنا بشكوة أتطلعها ناحية نفسية هنتطلعها موضوع مهم يعني بيقول حاول يخفي شعوره يدلل عليها أنا دار أشوف بعدين في موضوعنا بتاع الشروض الزهني لما الحبيبة تخفي شعوره أو كده تدلل هل يقصد دلال هيقصد شروط أنا برحباك كثير جدا دكتورة إسرائيز الدين شباكة اختصاص علم النفس الصباح الخير الصباح الخير يا معتصم وصباح الخير لنا يسعد صباحكم وصباح الخير على كل البشاهدون وأنغام كان جميلة وأبو داود يعني تغنى بكثير من الكلمات الجميلة نعم بتمس كل الجوانب الحياة الجوة يا صباح الحسيس اللف الحياة الجوة بتحرك الحناية الجوة وقعدي حبها جدا عند الحبوبات يعني أنا واحدة من الناس حببتي بتسمع أبو داود يا سلام وبتقول إليك يعني بتقول إليك كده يعني بطريقة الخاصة طريقة الحبوبات بكلوة أيوة كلامة كلام بشكل حنين بتوصل الرسالة الزات بتاعت أبو داود اللي هو قال يعني زي ما هي وفيلا كان في حفوها فنية بتميزة وجميلة جدا حتى الصغار من الشباب السوداني بيستمعوا اليوم لأنه تغنى بروائع الأغناية الآن حاليا تتجدد بأصوات شبابية مختلفة لكنها هي أغنيات يعني تنسب له زي ما ذكر المعتصم للشرود الذهني ممكن يحصل مع الحبيبة مع الحبيب مع غيره ممكن يحصل في حياتك التفاصيل الجديدة دا ما إلا الحب بس مشاكل الحياة العامة ظروف كثيرة جدا إحنا عايزنا اليوم نسلط الضوء على مفهوم الشرود الذهني موضوعنا زي ما بكي عينا وكاروسا مقتصم إحنا نتكلم عن الشرود الذهني والشرود الذهني واحد بيجى من الأشياء الشائعة إحنا نقدر نقول إنه بيجى عند الصغير والكبير بصورة كبيرة جدا هي عندي علاقة طبعا مباشرة بإقاع الحياة وشكل الحياة ونمط الحياة ونلقاها مثلا في بعض المناطق أكثر من المناطق الغير مثلا في المدن أكثر بالبيئة يعني البيئة موثرة بتكون هو عنده تأثيرات بيئية وفيزيولوجية واجتماعية وأسرية هنجي حنتكلم على الأسباب هتكون هي جزئية منه فالشرود الذهني هو من الحاجات المنتشرة جدا وتقريبا يعني هو طبعا فيه تجاه طبيعي اللي هو إنه عادي نكون صرا مشغول بسيط مشغول كتير تشرد لك الشردة كده صغيرة شردة صغيرة كده يعني دقيقة دليلتين ما أكثر من كده وضع طبيعي ويزول ممكن تحصل له أثناء اليوم لكن احنا بنتكلم عن الحاجة الأمنورمال أو الحاجة الغير طبيعية اللي هو الشرود المستمر اللي يغلق بعض المشكلات بالنسبة للشخص ممكن عند الأطفال أو عند حتى الناس الكباري أثر على المستوى الأكاديمي أو المستوى العملي أو المصحة النفسية أو الحياة الأسرية إلى آخر يعني نعم طيب بل نحن عندنا في كمقدمين برامج يعني الحضور الحضور الزهني من الأشياء الأساسية يعني لا يكون زهنك حاضر لكن مرات بحصل لك الشرود أنا دالعرف في المفهوم العام الشرود ممكن يكون مرات طبعاً هو ممكن يصل للمرحلة بتاعت إنه يكون مشكلة أصلاً عند الشخص زي ما قلناك بالحاجة اللي بتحصل بسيطة كده وسريع بتلقى رأسك فيها ده الوضع طبيعي بكون مثلاً النتيجة اللي ضغط معين أو شاغل بالك بحاجة أو كده أو ركزتها مع حاجة غير التانية فبيحصل كده وبتقدر تدارك بسرعة شديدة الحين بتكلم عن الشروط كمشكلة نعم موجودة وده بيحصل زي ما قلنا لما يكون مسافات طويلة وعنده عراضه نعم عنده عراضه وعنده أسبابه يعني واحدة من عراضه إنه بيصهر بشكل مباشر مش بس بيصهر أثناء الكلام لا بيصهر حتى في صمت الشخص يعني ممكن في زور يكون ساكت ساكت يعني يشكله كده تعرفينه شارت أيوة ممكن يكون معاشي زي رجول الآلي يعني عنده لغة بتاع الجسد عنده شكل يعني ما ضروري إحنا من ناس لما نقول شروط بنتكلم عن إنه الناس بتقع على زهنة طويلة إنه شخص بيتكلم ويقوم يسرح منك نعم بالبلد كده إحنا بنقوله يسرح منك سارح أو يمشي منك أيوة فلا شروط ممكن نسهر للشخص إنه ما يتجاوب فيه وعراض قريبة لعراض الاكتئاب بالمرضي طبعا يعني أيوة ما يتجاوب ويكون قاعد تحصل الدنيا تقوم وتقع الجنب وما بيجيب خبره أيوة أيوة ما معاك يعني ممكن يكون بعيلة ما عارف بتقصم بتعمل في شنو زي ما قلت ممكن حتى فيه حركته وفيه شكل حاجاته تفاعله حتى مع الحاجات تفاصيله القريبة منه والخاصة ممكن يكون هما جايب خبره وما معاها خالص وده طبعا دي المرحلة البعيدة جدا في النبوة بورد أيوة يعني حتى لو جيد تليخ الحاجة دي ما حصلت تقول لك والله ما مزكر ما عارف يعني ما عارف يعني ما عارف الحاصل الشرطة طيب عشان إحنا ما تختلط علينا الحاجات لأنه ينسان ممكن يكون اسمعنا بتحصل لبعض الحاجات البسيطة دي أيوة يعني زي قصة مثلا أنا ما عارف يعني ما قلت أنا سرحت ما بين السرحان و الشرودة الذهني قبل ما نمشي للأسباب لأنه مرات الإنسان بيسرح شوية زي ما ذكرتي في حاجة يعني زي دقيقة كده خمسين ثانية أقلة يمشي بعيد وبرجع ولما أنت سأل بقول لك والله أنا أخذ نوصلت حدات بعيدة شديد كانت تسرح ورية كانت تشهد ورية كانت تشهد ورية فأنا عارف مرة من المرات يعني يعني مرض علي معنومة أن الحاجة البسيطة دي هي صحية يعني يجاه بي أكثر ما سلبية وضع طبيعة أولي نتائج معينة عنده علاقة بالتفكير ما هو نشوف الشرودة الذهني هم يتكلم عن تفكير ننكلم عن طريقة بتاع برمية معلومة ويصال المعلومة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة عشان تترجم عندك بشكل مناسب تكون قاعدة في مكان في الدماغ الموضوع دمما كله عنده علاقة بعملية التفكير وعنده علاقة بشكل البرمجة الدماغية للمعلومات اللي بتصلك نعم من كل المؤثرات البصرية والسماعية الموجودة نحنا عندنا ذكريات عندنا أفكار عندنا أحلام عندنا إلى آخره قد تجي حاجة تهبش حاجاتك الجوة دي جزئية مثلا تذكرتني بحاجة سرحت لها دقيقة دقيقتين ورجحتها والكلام ده بكون عادي نسبة للمؤثرات البصرية والحاجة اللي عملت ليه إعادة لتفاصيل حاجات أنا بعريفة أينها كويس وغايدة ممكن بعد ذلك يحكي يقول والله يا شركتها حصل كده والموضوع ده أول موقف تذكرني بها كده أما الموضوع المرض زي ما قلت بيحصل بشكل معين وأسبابه كثيرة منها الأسباب الأسرية الأسباب الأسرية اللي هي المشكلات الأسرية المشكلات اللي بتحصل داخل الأسرة سكان بين الأخوان أو بين الأزواج إلى آخره منها شكل التربية ذاته كويس منها الانفصال بين الزوجين كويس منها الوفاء لحياة الأم والأب وبرضه ممكن أيها تكون منها المشاكل اللي بتعمل صدمة للشخص هي واحدة ممكن تجيب الاضطرابات الصدمات اللي ممكن تحصل لأي شخص فيها أسباب بيئية منها الضوضاء منها الأصوات العالية منها التشتت يعني مثلاً نحن في المدرسة لو الأستاذ صوته عالي شديد وصوته خشن وما فيه إحساس بالدفء والأمان ممكن يشتتها الأطفال كلهم أو الطلبة وما يدوم إحساسين حيشرت الزهني حيصل نفور منه فبالتالي حيصل له وتشتت الزهني واحدة أيضاً من الأسباب اللي ممكن تكون برضو من أسباب الشروط الزهني اللي هو شكل العقاب فهي الفكرة الرفض 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 اللي يتفاصل هذه الحاجات خاصة عند الأطفال خطورة الشروط الزهني لما يجيك من بدري يعني الأطفال طبعاً بيجوهم شروط الزهني ممكن يتكلم عن الموضوع برضو يجيك ويواصل معاك بدون ما تحاول إنك تقالدو أو تشوق طريقة لإنك أنت تحاول ترتب تسيطر عليه ممكن أتفعلم يعني ما هيكون إنهم علم مثلاً إنه ده الشروط الزهني أو كده بيحصل فيه نصلتها لإنه الأسرة أو يعني الأم أو الأب كيف ممكن يلاحظوا حاجة ذي في أولا؟ بيلاحظوها بإنه ما مركز في عدم تركيز يعني الشروط الزهني عند الأطفال بيصر بإنه في عدم تركيز ما الشبخ بتحجي قدامه وقعد للقراءات التلقية وقعد بالساعات ما بيقدر يقرى كويس درجاته وتحصيل الدراسة بلده فيه مشكلة أي ورغم إنه مثلاً ما عنده مشكلة واضحة في الحصة نفسه إذا تابعوه بيلقوه إنه بشرط بينظره بيبتعد بيتفكيره بقمه مواكبة الأستاذ الأعمال يا دكرة الحاجة دي في المغزة الزاكرة يعني فيه حاجات مرتبة فيها؟ يعني ممكن يحصل لها خلل يعني 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 ممكن يكون عدم ترتيب للأشياء داخل الزاكرة أو حصل لها اهتزاز أو شيء لا هو مش عدم ترتيب لا هو بيحصل نتيجة لشنو مثلاً واحدة من الأشياء اللي بتسبب الشروط الزهني إنه أنا أكون فاتح لي كم ملف أيوة يعني يعني زي الزاكرة بتاع التلفون يمكن تضرب أيوة فاتح لي كم ملف يعني مثلاً أنا قاعدة واخد شيء قليل جهازي وفي نفس الوقت متابعة لي موضوحي هناك وفي نفس الوقت متابعة لي موضوحي هناك أيوة أنا ما منتبها ليك فإنه تفتح كذا ملف في تفاصيل حاجاتك اللي أنت بتعملها ده بيعني الضحف لعملية التركيز عند الشخص أيضاً واحدة من الأسباب برضو اللي بتخلي إنه بيحصل شروط أو بيحصل مشكلة في عملية التركيز إنه الشخص يكون مدعب أو مرهق أو ماري بيتجربة مريرة أو زي ما قلناك بالماري بيتجربة بتاعات حب فيه شيء شاغل باله يعني بيختصار الحاجات اللي بتشغل البال وبكل الشخص مركز معاها عند أي أداء إنه محتصل مشغول بموضوع معين جيت من الصباحة ستشتغل قويت نفسك في إنك أنت تقدم شغلك إنك موضوع معين شغل بالك وطعبك ومضايقك فإنه مستحيل ما تكون حصل لك شرد شردتين كذا أسرد عليك شردتين شوية أيوة أيضاً من الأشياء اللي هي الحاجات اللي عندها علاقة بالإضطرابات الجسدية اللي هي مشاكل الغدت مشاكل الغدت وخاصة الغدت الدرقية لأنه هي مسؤولة بالرشاط في الجسم فبرضو يعني دي واحدة من الحاجات إنه الشخص لما يكون عنده شرد زهني بمستوى عالي بعملوا له بعض الفحوصات المفترض إنه تطلح كلها نورمل بفهم إنه أيوة احتبالي كون سبابه عضوي يعني هي بتصهر دي من الأمراض اللي ممكن تصهر في شكل بتاع السلوك لكن ممكن تكون أسبابة عضوية حتى عند الأطفال برضو ممكن الواحد لما نحس إنه الطفل ما مركز بشكل مبالغ فيه مؤثر على أداء الدراسة ممكن تعمل فحص للقودة الدراغية خاصة يعني نعم برضو في بعض الأمراض برضو بيسبب بعض الشروط اللي هي أمراض مختلفة يعني فدي كلها أسباب إذا كانت أسباب عضوية إذا كانت أسباب اجتماعية إذا كانت أسباب قسرية نفسية بيولوجية إلى آخر دي كلها أسباب ممكن تؤدي للشروط طيب من الحاجات اللي يمكن إحنا في كرة الغدم يعني مرات الهدف بيجي في الدقيقة الأولى بيقولك في الشروط زهني يعني الناس يعني ما مستوعبة أو الواحد قبل ما تبدل الصدمة نعم نعم نتيجة للصدمة نتيجة للصدمة نتيجة للصدمة فبعد ذلك قدامك خيارين تخاف من نتيجة المباراة البدد بالهدف دي كويس وذال من البداية عملت والشوك اللي بيحصل ده استمير معاك كويس ويدخل حاجة كده يجوا اللعبين وخلوهم مركزين في حتة تانية ما مركزين في آداء وفي حتى في الخطة اللي هم عملين عشان يعني يقدموا بها أيوة ويبدوا يعدلوا فيها سريع ويحصل حاجة زي دي أو يحصل الجزء التاني اللي هو بيؤدي للرجاح في انه انت خلاص الحصل حصل في هنا مفترض انا افصل وما اركز في الحاجة دي اركز في اللعبة وركز في متباقي الزبر نعم وركز في انه الحاجة الممكن تحقق ليه ينجاح الشر جميل طيب دكتور ريسران اتكلم عن تأثير الشرود الذهنى على الصحة النفسية طبعا عنده تأثير كبير جدا وممكن يسبب كمان اشياء جانبية منها الاكتئاب في حالة انه طبعا الشرود بيقى مشكلة كبيرة عند الشخص واثر عليه في حياته وفي شغله زي ما قالوك اصاب محتصم في بعض الاعمال بتطلب الدقة منها الاعمال اللي انت علاقة بالحيات الحسابية يعني انت ممكن تقدم تغرير وتقدم شغلك بطريقة خاطئة او تكون فيه كثير من الاختار بالنسبة للحياة الدراسية طالب جامع او طفل في مدرسة او اي طالب في المستويات المختلفة التعليمية بيحتاج لعملية بتاع التركيز كبيرة جدا فبالتالي اي نوع من انواع مشاكل التركيز بيأثر على اداوه فهو بيأثر على الاداوه فبالتالي بيحصل الى حد ما بيقول عليه فشل او بعض المشكلات فبالتالي بيأثر على الساحة النفسية عند الفرد يعني نعم انا من الحاجات المهمة يعني من خلال عملنا اللي بنتابعة مرات الواحد بيجيبوه ساكت لحظة كذا يعني بيقوم مشا لحتة تانية انا دالك تتكلم ليه شوي عن انه الناحية النفسية للشخص المعين يعني ان كانت مادية ان كانت صحية ان كانت اسرية وتاثير الكبير على الشخص اللي بيعمل في عمل حسابي او اعلامي محتاج انه الواحد يكون هادي نفسيا عشان اقدر لانه المشاكل كثيرة والمصاعب كثيرة جدا اي اي شخص بيتعرض لاي نوع من النوع الضغوط سواء كانت ضغوط داخل بيئة العمل او ضغوط داخل الاسرة او ضغوط داخل يعني في الشارع كيف انك تصل لحد الحتة الحياة اللي بتواجهاك الضغوط اليومية اللي بتواجهاك دي وضع طبيعي انها بتأثر عليك نعم وانت ممكن يكون عليها اصلا عندك بعض المشكلات فبالتالي بيكون التأثير ساهم زي ما بقوله كده يعني قدرت تتمكن من جواك ومن الجوانب الحسية عندك فبالتالي وضع طبيعي انك تأثر فيك وفي تبدأ انك انت يكون تقلل عملية التركيز في حياتك فوضع طبيعي ان الحاجات دي كلها والضغوط دي كلها بتأثر لكن الحاجة المهمة يعني شنو اللي بيدعمك طب انا حصل لي شروط زي هنا اذا كان بسيط او اذا كان كبير شنو اللي انا بقدر اعمله في بعض التمرينات الشخص يمكن يقوم بها حتى الشخص العادي اللي ممكن يكون ما عنده مشكلة كبيرة مثلا في التركيز يقوم بها بتعزز وبتقوي عملية التركيز عند الشخص وفي نفس الوقت هي بتعالج نحن طبعا اي مشكلة سلوكية او اي سلوكي يعني كنت علينا كذا زي دوست الزير يعني انا عندي مشكلة عايزة عالية يعني سرعة بسرعة في بعض التدريبات بتاخد زبن لكن نتيجة مضمونة يعني نتيجة مؤكدة في انها بساعد على عملية التركيز منها العد العكسي تعيد عكسي من الف او من مية من مية لحد واحد عكسي يعني تبدأ مية تسعة وتسعين ثمانية وتسعين سبعة وتسعين لحد مما تصل الواحد بيتأني يعني ما سريح سريح وما براحة براحة لا كويس يعني تجيب العداد العكسية ايوه من الارقام وكل مرة تزيد الارقام يعني مثل الليل عملت مية بكرة عملي من ميتين كيس؟ بتاخد لك زبن مع نفسك وبتبدأ بتعيد والعقل بيبدأ بيشتغل ببرمجة معينة بيعيد ليك مسألة التركيز برضو من ضمن الحاجات دي فيه اللي هي عملية التذكر خطيت ليه مثلا شجرة خطيت ليه اي حاجة انتبهت ليه كل تفاصيلة الدغية اللي هو فيها نقطة انا بنتبه لها وابدأ اغمد عيني وابدأ التدريب ده فيه تلاتة مراحل المرحلة الاولى ان انا بخدت الحاجة قدامي اي ان كان سين وابدأ بركز معاها وابدأ بغمد جفوني وابدأ بتذكر كل تفاصيلة لحد ما اخدتها في صورتها النهائية حسيت ان الصورة دي فيها حاجة ناقصة بابدأ تاني بعينيها وابدأ تاني بغمد عيني ولاحد ما انا اتخيل شكلها تماما بتفاصيلها المختلفة وانا مغمبت بعد ذاك المرحلة التالتة بعمد نفس العملية دي وانا مفتح وانا مفتح عيني ده التدريب التاني التدريب التالت نفس التدريب ده بس عن طريق الرسم اذا كان الشخص ممكن مضروري ايادة الرسم بالطريقة يعني تكون بالفترافية ايو لا يعني انا مثلا صندوق ممكن ابدأ ارسم الصندوق مثلا قطعة بتاع السمرة ممكن شجرة ممكن وردة ممكن استدعاء المعلومات واحدة من التمارين المهمة جدا انا مثلا بجي بثلاثة شوارع رئيسية ابدأ اتذكر الشارع دفو شنو سوبر ماركت دفو شنو لولو شنو مكتوب شنو وقدامو شنو الحاجات السابتة شنو انا مثلا شارع عربان منتبها ليو بكرا احاول انتبه لهم مخصوص عشان ابدأ استدعي المعلومات حقتي وازذكرها طبعا هذو كل حاجات مع نفسك وانتي التمارين بتقومي بها بتحتاج اول حاجة مكان هذي تكوني قاعدة فيه طبعا لنوجه يعني وبعيد عن اي ضوضاء بعيد عن اي اضواء الحاجة التانية والمهمة انه التمارين بتقومي بها بانفاس هادة حتى التمرين حتى برضو فيه تمرين اللي هو لنفس اللي هو لحد سبعة او خمسة بتشيلي شهيق وانتي بتحسب لحد سبعة كمليه حتى تنزلي زفير وانتي بتحسبه برضو لحد سبعة اللي هون هيكون النفس طويل وبردو طوعا بيستعد في الصادة ايوه فهي بتديكي يعني قدرة على التركيز وانتي كل فترة وفترة او الشخص كل فترة وفترة بيقوم بعمليات التمارين دي ايوه وهي تواريب ممكن تكون يا سيحنا مغرفها بسيطة لكن فعليا انت لما تبدأ تعملها شوية مجعبة في البداية لكن خلاص انت تتاود عليها الحياة المهمة جدا اللي بساعد في عملية التركيز في الحياة اليومية انه زي ما اقلت لك تركز في الحاجة تركز في كل تفاصيل الكلام بس لكن لو في شخص مسلا حيركز انا لابسة شنو شكل حياتي شكلها شنو هيحصل له وتشتت فهو مفترض انه انت حتى لو في شخص بيتكلم معك تكون مركز مع كلامه لو انت مجغول بفكر عنه بردو بيتهني يعني انا تقول له معاولا وانا من جوائي باتكلم عنك اعرفته وابفكر في владي وده بتحصل في المشكلات الزوجية دائما انه الزوجة او الزوج يعني الناس بتبدأ تتناغش هو جواهو الف حاجة فالناس لما تقلج اشني هيت تتكلم فالدني قاعد تتجوت طبعا علي ماهايه او هي اوه هيت شريرة شوية انت قلت حاجة مهمة جدا هم قولنا الزمن انتهى لكن قلت حاجة اتمنى اتكلم فيها انه التركيز في تفاصيل الشخص الاخر دي عند النساء طبعا اكتر الحقيقي يعني ان كني بترجعني للآية الغرانية اللي بتتحدث عن الشهادة يعني لو واحدة نسا تتاني تذكيرها وكيدا الانسان البنسة دي المرأة يعني هكيدا الانسان البنسة بيكون مفكر يعني هاسي تكون لابسة شب 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 جزمة شنو لكن لما يكون معي ولد انا صراحة هم بعاهي اللي بدلتها لانه المرأة بتحتش تك cerve تحتش بتاتش تكلم بالSee ات reicht knife ودي جزء جزء شخصياتى لا هي مش جزء مهم جدا في شخصي quê ولو ما هي بتهتم بالتفاصيل نعم ما بتقدر تأدي الحياة بطريقة ابيلة و التفاصيل هي زاته همش في الحياة شو في تفاصيل البيت اونا تفاصيل للاولاد تفاصيل زوجة تفاصيل حتى كل شروط هايحسان بالجمهاء دماغي تهم حتى شروط سماح في الحياة بالجبس في الحياة دي المرأة بدغوتة أكثر دغوط اكثر نعم التحية للمرأة السودانية نعم الشخص الذي يحصل له شروط ذهني هل يكون عارف انه فين حصل له شروط ذهني ولا ما بيكون عارف طبعا بيكون عارف لكن بيتين بيحس بانه هو بيقى حاجة كده مبالغ فيها ممكن ياخد وقت وهو طبعا بدي لنفسه العذار بيقول لك يا خنم مضغوط يا خنم مشاكل في البيت عزبتني المشاكل في الشغول فبدي لنفسه العذار لكن مهم جدا انه انه انت حتى عارف اسباب شروطك انك تحاول تعالج الموضوع بالتبارين احنا اتكلمنا عنها وببعض الفحوصات اذا كان حاسي انه ممكن تكون برضو فيها مشكلة بمقابلة الخصائي نفسي برضو اذا كان فيه امكانية للحاجة دي فلازم تحصل نفسك لانه ممكن يستفحل الموضوع يا صاحب العقل بيشرد والقلب بيشرد دي ما قالب غداو شرود القلب ده سعر طرح نتمنى عودة عودة الانسان من الشروط لانه حقيقتا الشروط مشكلة وانا واحد من الناس حقيقتا يعني ممكن يتمر بي لحظات يعني مرات حتى داخل الشغل بتشرد تمشي لحتة وتجي تاني راجع سريع كده تلحق نفسك اه بل تلحق نفسك شكرا الله تشرد في الحياة الجميلة شكرا لك دكتور إسرا عيزة دينشي بيك اقتصاص علم النفس على هذه المساحة الجمعي شكرا لينا